الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد عثمان حي لقد عاد عثمان سالما معافا لقد عاد عثمان سالما معافا ويؤكد عثمان أن قريشا لا تريد القتال وأنه شعر بخوفهم من اتخاذ هذه الخطوة تجاه رسول الله والمسلمين لما بلغ قريشا أمر بيعة الرضوان وأدرك زعماؤها أن المسلمين يمكنهم أن يضحوا بأنفسهم في سبيل الله أوفد المشركون سهيل بن عمر وجمعا من المشركين لمفاوضة نبي الله صلى الله عليه وسلم ولما رآه رسول الله استبشر خيرا وأيقن أن القوم أرادوا الصلح يسأل رسول الله ماذا عندك يا سهيل يا محمد لقد جئت أعرض عليكم الصلح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعرض ما لديك يا سهيل ما هو الصلح الذي تطلبون أولا أن ترجعوا عامكم هذا ولا تعتمروا على أن تأتوا في العام المقبل لا تحملون من السلاح إلا ما يحمل الراكب ثانيا من شاء أن يدخل في حلفكم دخل ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل ثالثا أن تضع الحرب بيننا وبينكم عشر سنين رابعا من خرج من قريش هاربا بغير إذن وليه إليكم تردونه إلى قريش ومن خرج من عند محمد إلى قريش فإنه لا يرد ما هذا الذي جاء به سهيل إن نبي لن يرضى بهذه الشروط القاسية لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بشروط قريش لأنه أراد الصلح والهداية ونشر دعوة الإسلام وأمر علي بن أبي طالب بكتابة بنود المعاهدة وبدأ رسول الله يملي عليه الكتاب ويقول بسم الله الرحمن الرحيم أما الرحمن فإنا لا نعرفه فاكتب باسمك اللهم هو الرحمن ولا نكتب غير الرحمن لكن رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب أكتب باسمك اللهم فيكتب علي ثم يملي رسول الله هذا ما اصطلح علي محمد رسول الله فكتبها علي يا محمد لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك عن البيت بل كنا من التابعين أترغب عن اسمك واسم أبيك؟ أكتب اسمك واسم أبيك فرفض علي بن أبي طالب أن يمسح كلمة رسول الله وقال والله لا أمحوها فمحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب محمد بن عبد الله وأثناء كتابة العقد جاء رجل مقيدا هو أبو جندل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين ورجع سهيل بن عمر ومعه أبو جندل إلى قريش بعد إتمام المعاهدة والتي كان نصها بسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمر واصطلح على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويقف بعضهم عن بع على أنه من قدم مكة من أصحاب محمد حاجا أو معتمرا أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله ومن قدم المدينة من قريش مجتازا إلى مصر أو إلى الشام فهو آمن على دمه وماله على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد فلا يردونه إليه وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخله ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وأن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه هذا فلا يدخل مكة وأنه إذا كان عام قابل يخرج المشركون ويدخل رسول الله وأصحابه فيقيمون بها ثلاثا معهم سلاح راكب ولا يدخلها بغيرها لقد صدنا المشركون عن بيت الله لن نعتمر هذا العام والله إن قلبه يعتصر تضايق الصحابة وعلاهم الهم والغم فلا عمرة هذا العام وشروط الصلح التي رأوا أنها مجحفة بالنسبة لهم تزيدهم هما وحزنا ورجعوا إلى المدينة هذا العام دون أن يعتمروا وما زال الحزن يعتصره ترجمة نانسي قنقر يا محمد هذا الرجل من قريش إنه أبو بصير ونطالبك برده يقول رسول الله يا رجل رسول الله لا يخلف وعده ثم سلمهم الرجل وفي الطريق استطاع أبو بصير أن يهرب لكنه لم يعد إلى المدينة حتى لا يحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجه إلى منطقة بين مكة والمدينة وتبعه بعد ذلك أبو جندل بن سهيل وكلما أسلم أحد من قريش يتجه إلى نفس المكان حتى كونوا فرقة تخصصت في الهجوم على قوافل قريش وقد أنهكت قريش بسببهم وجاء رجل من قريش إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطلب منه باسم قريش إلغاء البند الخاص بمن أسلم من قريش وأن يسمح لهم رسول الله بالمجيء إلى المدينة دون أن يردهم إلى قريش ففرح المسلمون فرحا شديدا واطمأنت قلوبهم وعلموا أن شروط صلح الحذيبية وإن كان في ظاهره ضيم للمسلمين إنما في باطنه نصر وعزة وفتح عظيم وقد نزل فيه قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر